اشتركوا في القناة حدث عن تحقيق جديد أجرته فيس عربية بعنوان تزوير الموت في السجون العسكرية السورية القتل مرتين حيث يكشف التحقيق تفاصيل قتل وإخفاء جثث المعتقلين بشكل ممنهج في سجون ومقار احتجاز عسكرية تابعة لنظام الأسد وأخيرا سنصلت الضوء على نفقات وفد الرياض 2 البالغة 200 ألف دولار شهريا فقط بحسب مصادر خاصة لأورينت والمحسوبيات التي باتت غير خافية على أحد والتي يمارسها رئيس الوفد حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا نغتال مجهولون في مدينة داع الغرب درعة مشهور الكناكري وهو أحد عربي المصالحات في المحافظة يأتي هذا في ظل تخوفات والاغتيال باقي قادة أو عناصر المصالحات في درعة في ظل حملات اعتقال متواصلة من قبل ميليشيا أسد تستهدف عناصر الفصائل رغم حصولهم على ورقة ما يسمى بالتسوية نتابع التقرير ونعود للحديث لا يكفي عناصر الفصائل في درعة الحصول على ما يسمى ورقة المصالحة فأن مروا من حاجز ميليشيا أسد الأول لن يمروا من الثاني واقع باتت المحافظة تعيشه على وقع الاعتقالات المستمرة والاغتيالات ليغدو معها اتفاق المصالحة حبرا على ورق مجهولون في مدينة داع الغرب درعة يردون أحد عرابي المصالحات وقادتها مشهور الكناكري والذي كان يشغل قائد اللواء الرابع في ألوية مجاهد حوران أصابع الاتهام في مقتل كناكري توجهت إلى صاحب الباع الطويل في الجرائم والاغتيالات وإن حاول اتهام المقاومة الشعبية من خلال بيان مزور إلا أن صفحة المقاومة نفت نشرها لأي بيان باسمها في داع لأيضا وتحديدا مطلع الشهر الماضي اعتقلت مخابرات ميليشيا أسد على أحد حواجزها القيادية السابقة في الجيش الحر غانم الجاموس ليعثر الأهالي على جثته بعد ساعات مكبل اليدين وعليه آثار التعذيب انقلاب ميليشيا أسد على اتفاق ما يسمى بالمصالحة ظهر باكرا فالخلاف لا تأمن الذئاب كما يقول سكان درعة وهو ما ظهر جليا من خلال بث قناة سمى الموالية لما أسمتها اعترافات للقيادي السابق في جبهة ثوار سوريا أحمد الفروخ وهو مكبل اليدين وآثار التعذيب ظاهرة عليه أما في طفز غرب درعة فقد نجل قيادي في الفصائل المقاتلة أبو مرشد البردان من محاولة اغتيال رغم أنه بات محسوبا على الروس الذي وقع اتفاق التسليم معهم هذا عدا عن اعتقال عبد السلام البرغش ومصطفى المسالم وزياد الناصر والقائمة تطول وجميعهم ينتمون للفصائل المقاتلة تساؤلات عدة تطرح عن عرابي المصالحات والضامن الروسي الذي يغيب عن المشهد بشكل كامل فهل انتقلت الميليشيا من التسوية إلى التصفية خاصة أن محافظة درعة تعيش واقعا خدميا وإنسانيا ازداد سوءا منذ دخولها في ظل توقف قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل من الأردن واستمرار انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب فضلا عن ارتفاع أسعار كافة السلع بعد فتح معبر نصيب الحدودي فما المصير الذي بات ينتظر من تبقى من عرابي المصالحات وقادة الفصائل وما مصير محافظة لطالما عرفت بأنها مهد للثورة حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد فايز الأسمر المحلى العسكري والاستراتيجي معنا من غازي عنتاب وأيضا الإعلامي أحمد المسالمة معنا من عمان مساء الخير وأهلا بكم ما أبدأ معك العقيد فايز هل الغتيالات والاعتقالات تمثل وجهة نظر النظام الحقيقية تجاه المصالحات مساء الخير أستاذ أحلام لك ولضيفك يعني في الواقع أنا لم أتفاجأ ولن أتفاجأ في مصير هؤلاء الأشخاص الذين صالحوا النظام فهذا أمر طبيعي ومن لم يحسب حساب ذلك دعيني أقول أنه غبي وساذج لاحظي أن الإغتيالات والتصفيات والاعتقالات مصير هؤلاء بالمطلق لاحظي أن النظام أصدر مرسوما جمهوريا لم يجف حبره حتى الآن قبل عدة أيام وانقلب عليه وللأسف أرسل مئات من اللوائح لأهالي درعا والقنيطرة والغوطة بسحب أبنائهم إلى الموت هو يكسب من ذلك كما يفعل هؤلاء الضفاضع الذين ذهبوا إلى الفرق الرابعة أو الفيلق الخامس وجندهم للأسف أحمد العودي ليقاتلوا أخوانهم في شمال إدلب النظام هو يريد الخلاص من كلا الطرفين على مبدأ فخاري كسر بعضه إذا نفذوا من القتال مع داعش أو مع أخوانهم في شمال حلب فإنهم لن يكونوا بمأمن من مقصلة النظام ولاحظي أن التقرير أتى على مثل هؤلاء أستاذ أحلام يعني في كل الشرائع لاحظي أنه من يقبل بأن يحتوي خائن سلم سلاحه وسلم أرضه وسلم كل شيء وخان الأهل والعرض والمال والجاه والثورة وذهب ليأمن النظام هل النظام يأمن هؤلاء؟ بالمطلق أقولها لن يأمن لهم النظام وهم مشروع تصفيات وللأسف أيضا لاحظي أستاذ أحلام وهذه نقطة هامة التصفيات لن تكون حكرا على النظام وحده بل ستكون على أهالي هؤلاء الشهداء ومن هتكت أعراضهم ومن لم يقبلوا بالمصالحة مع النظام سيكون هؤلاء قد وقعوا بين المطرقة والسندان من طرف النظام ومن طرف الشهداء الذين خرجوا ملأ حناجرهم تملأ صيحات يسقط نظام بشار الأسد وحتى قدموا مئات من الشهداء هل تعتقد أن يكون هناك حراك من قبل أهالي الشهداء في درعة ممن لم يقبلوا بهذه المصالحات أيضا لتصفية قادة المصالحات الذين خانوا جميع القضايا أستاذ أحلام أعطيني 5% أنت وأنا وأحمد المسالم وغيرنا مثال ممن قبل المصالحات مع نظام بشار الأسد هؤلاء الأهالي وكما قلت درعة هي مهد الثورة فإذا خرجت كل المحافظات مؤازرة لها وللأسف أبادها النظام كل كرمال عيونك يا درعة فإذا أهالي درعة الشرفاء بالمطلق لن يقبلوا بمثل هؤلاء الضفاضع الذين وضعوا أيديهم بأيدي النظام والنظام للأسف هو الذي افتعل كل الإجرام ومارس كل أنواع القتل بحق أهالينا إذن بالمطلق سيكون هدفا مشروعا من قبل النظام ومن قبل من لم يرضى بمصالحتهم مع النظام نعم طب أستاذ أحمد هذا الاتفاق الذي وقع في درعة لم يكن اتفاق بين طرفين فقط النظام وقادة الفصائل وإنما كان هناك رعاة وضامنين لهذا الاتفاق اليوم في ظل هذه التصفيات التي لا أعلم إن كان من الممكن القول إنها ممنهجة سأترك لك تقييم هذا الفعل من قبل النظام لقادة الفصائل أو مجهولين أو ما إلى ذلك ولكن يعني ما هو دور الضامن اليوم فيما يجري نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة الإخوة المشاهدين وليضيفك الكريم الذي يجري في درعة الآن هو تصفيات هذه التصفيات ستطال الجميع وليست البداية كانت بمشهور إنما كان هناك في المليحة الغربية والمليحة الشرقية بالإضافة إلى أهالي أو القادة في مدينة الحارة وأيضا في مدينة درعة كان هناك اغتيالات أكثر من عشرة تم ليس بالاغتيالات إنما تصفيات نقول تصفيات وليس اغتيالات مشهور الكناكري كان آخرهم وهو على يد أبو فصائل لواء أبو فضل العباس الإيراني هكذا أكد لنا بعض الناشطين من مدينة داعل أكدوا أن أبو الفضل العباس وميليشياته الطائفية الموجودة وهي ذراع إيراني كبير موجود في المنطقة هؤلاء الذين سمحوا لحملة التشيع أن تكبر وسمحوا لإيران نتتغلغل عقائديا ومدنيا ودينيا بين الأهالي في محافظة درعة إنما جلبوا الذئب إلى كرمهم كما يقول المثل وهم الآن يحصدون ما جنت أيديهم ويقومون بهذه العمليات والتصفيات بعد الشكاوي الكبيرة التي وردت العمليات السلب والنهب والاحتماء بالقوات النظام أما عن الضامنين فكانت روسيا هي الضامن كما حصل في مدينة داعل الذي أدخل روسيا إلى مدينة داعل هو مشهور الكناكري هو الذي جلبهم هو الذي قام بالولائم والغناني والدبكة التي حصلت في مدينة داعل وكان الريف الشرقي يتعرض للقصف وتكون هناك المعارك الكبيرة لحماية المدنيين عندما كان هذا في الشهر السادس أدخلهم مشهور الكناكري على مدينة أبطع ومن ثم إلى مدينة داعل وقام بالدبكات واليوم لقى مصيره من الذين جلبهم من الذين ساعدهم على التشييع الذي فتح لهم مكتب في مدينة داعل ليقوموا بتشييع المدنيين هناك هم الذين قاموا بقتله وتصفيته اليوم وصفت بالطريقة الصريعة والخاطفة بمسدس حرب يكاتم للصوت بطلقتين في الرأس لا يستطيع أن يقوم بهذه العملية إلا مدربون ومحترفون على عملية الاختيال هذه وسبقوا في مدينة داعل أيضا الغانم الجاموس الذي كان رئيس المغفر الأمني الذي كان يتبع لهذه الميليشيات ولم تساعده القوات الروسية ولم تركترث إلى ذلك ولم نرى أي تعليق إلى هذه اللحظة من روسيا التي تعتبر نفسها ضامنا في هذا الريف إن كانت داعل وطفس روسيا هي التي تضمن هذه المنطقة ولا يوجد لقوات النظام إلا حواجز معدودة هناك والقوات الروسية موجودة براياتها المرفوعة وتشرف على الحواجز فهي تترك المخابرات الجوية والأمن العسكري يصول ويجول في المنطقة يوم أمس تم اعتقال فائق العاصمي وهو رئيس اللجنة الأمنية السابق في الجيش الحر في مدينة داعل ولم نعرف مصير إلى هذه اللحظة ولا نعرف سبب الاعتقال هناك اعتقالات كبيرة منها ما يقول النظام بأنها نتيجة شكاوى من المدنيين وجرائم وقضايا جزائية وليس لها علاقة بالثورة ولكنهم يقومون باعتقال القادة كما حصل في مدينة الحارة أكثر من 15 في مدينة درعة في المسيفر في أجيزي بكل المناطق هناك اعتقالات هذه التسويات التي يتحدث عنها الروسي والإيراني والنظام الأسدي بأنها تضمن وصولهم من ثلاثة أيام كانوا اعتقال لخمسة من شباب مدينة نوى عندما كانوا يذهبون إلى مدينة درعة تم اعتقالهم يحملون تسويات سرت إشاعات بأن هذه التسويات سيتم تمديدها ولكنهم لم يمددوا مع وصول أكثر من 30 ألف من أسماء كل هذه التجاوزات هي على مرأة من الضامن كما ذكرت وعلى رغم من كل ما قدموا قادة المصالحات للضامنين إن كان الروسي وإن كان التسهيلات التي قدمت للإيرانيين إلا أن المصير هو مثل ما شفنا هي حالة التصفية سيادة العقيد هل ترى أنها حالة ممنهجة متسلسلة من التصفيات ومن برأيك سيكون التالي بهذه الطريقة أخت أحلام يعني الكل هم على لائحة الاغتيالات وكما قلت لك هم الآن لا يستطيعون العيش بحرية الخوف والقلق يملأ أركانهم الفزع الأكبر يدب فيهم إن كان في مأكلهم أو في مشربهم سيكونون مشاريع اغتيالات هذا بالسم وهذا بحاد السير وهذا قنصا وهذا يقول أن المقاوم الشعبي وهذا إذن ديدا للنظام وأساليبه كثيرة في تصفية هؤلاء ولاحظي أنه ممكن أن يكون من الطبيعي تصرف النظام هكذا لأنه عم يقول هو لحال النظام إنه هدول سلموا سلاحهم أخانوا الثورة أخانوا أهلهم أسلموني مناطقهم معقول يكونوا إلى صفي وأمن جانبهم هذا بالمطلق أمر مستحيل أما أستاذ أحلام عندما سألت عن الضامن الروسي وأنت تعرفين الإجابة جيدا متى كان الضامن أو الجلاد هو الحكم الروس والإيرانيون ودعوهم يعرفون الأستانيون والسوتيشيون أنهم منغمسون حتى قمة رأسهم بالدم السوري هل يكون الضامن من يتفاخر باستخدام 250 سلاح جديد ويجعل سوريا ساحة لاختبار أسلحته وترويجها تجاريا هذا بالمطلق أمر مستحيل لاحظي أن النظام ضغط على عفوا الروس ضغطوا على النظام لاستصدار قرار عفوا أو منح المتخلفين عفوا أو المساقين إلى التجنيد عفوا ولاحظي أنهم وهم الروس انقلبوا وفي قاعدة حميمهم من قبل بعض الضباط الذين أثروا عليهم مما جعلهم ينقلبون على الأمر الجمهوري وسيقة هؤلاء كالنعاج ياريت بشرف كمان عم يطلعوهم بسيارات الشرطة العسكرية مقيدين ومكبلين وناس لا بششحاطات وناس بالظلو عم يطلعوهم من أجل أن يخدموا في قتل النظام في مشاركة النظام في قتل أخوانهم هذا بالمطلق أستاذ أحلام ديدا سيادة العقيد هم موافقون على كل إجراءات النظام هناك من يرى أن قادة الفصائل فعلا كانت تسعى قبلها المصالحات لحق اندماء السوريين بسبب ما يعني شاهدت من إجراء ولكن خدعوا خدعوا من قبل الروس يعني شو رأيك بهذه المقولة طيب تمام أستاذ أحلام يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع طيب النظام منذ متى بدأ بقتل السوريين إذا كان هؤلاء يخافون كانوا على السوريين كان ما قاموا بالثورة بالأساس لأن النظام بدأ بقتل السوريين بالطائرات والمدافع ودمر البلاد على رؤوس أهلها منذ بداية النصف الثاني من سنة 2011 إذا كنتم تخافون على هؤلاء المدنيين كان بنا الأخير عملت مصالحة من البداية وما تدمرت البلاد وما تشرت تسع ملايين الآن البلاد فارغة على من تخافون قولوا استسلمنا وخنعنا وكان لدينا هدف وهو طمس الثورة وواد الثورة وهذا ما نفذوه الذي يخاف على المدنيين كان أنا معه أنه ببداية الثورة اتقتلوا عشر تالاف حمز الخطيب وزملائه ودمر الدير الزور وحمص وحمص القديمة كان بالأصل بوقت أقول وقفنا يا أخي بدنا نحافظ على أرواح المدنيين بعد 8 سنين بعد ما هاجر عشر مليون خرجوا برات سوريا ومعد يلتقى بدرعة التي هاجرت إلى الأردن خمس تالاف واحد وبحمص ألف واحد وبالغوطة عشر تالاف واحد بعد أن كانت تضم الملايين هذا هو ديدنكم هذه حجتكم لحلب العواطف هذا ينطلع على الناس للأسف السدج ولا ينطلع علينا قولوا استسلمتم قولوا لديكم مشروع قولوا أنكم قدمتم كنتم في الثورة من أجل هذا العمل فهذا لن ينفعكم شيئا أستاذ أحمد أليس من الممكن أن هذه الطريقة الممنهجة من الاغتيالات تدفع بالخوف من قادة الفصائل المتبقين أو ما تبقى من قادة فصائل المصالحات في درعة لأن يقوموا بحراك عسكر أو على أقل تقدير الأهالي الذين لا يرغبوا ولم يوافقوا على هذه المصالحات أمام ما يروه اليوم من حالة الاعتقالات والتصفيات أختي الكريمة بعد العثور على عدة مستودعات لسلاح الجيش الحر سابقا إن كان بالحارة باليدودة بجاسم بدرعة بنصيب وتم نقلها إلى القواعد الإيرانية التي تنشأ في الجنوب السوري لا شيء الآن يدافع عن أنفسهم به لا شيء يقومون بالدفاع عن الأهالي إذا ما حصل أمر طارئ وهاجموا وهاجمت قوات النظام وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية وقاموا بالاعتقالات هنا وهناك لا شيء الآن لا يوجد أي شيء من الأسلحة التي بقيت بين أيدي هؤلاء القادة فهم الآن لا يستطيعون أن يدافع عن أنفسهم لا أمام المدنيين ولا أمام أمهات الشهداء ولا أمام هذه الضامن الروسية الذي يعمي العين والبصيرة عما يحصل ولا أمام المخابرات الأسدية التي تعتقل وتقتل هنا وهناك وتقوم بعمليات التصفية بماذا سيدافعون عن أنفسهم بأغصان الزيتون بالصدور العارية لم يبقى لديهم إلا السلاح الذي يحملونه وهذا سيتم قادة المصالحات تأكدوا أيضا مع تسليم درع من تسليم جميع مخازن السلاح والسلاح السقيل وما يمكن أن يدافع به الأهالي عن أنفسهم أستاذ أحمد دعنا نشاهد معا نتائج الاستطلاع اليومي اللي بيقوموا فيه الزملاء على صفحة البرنامج اليوم سؤالنا كان هل تعتقد أن مهمة قادة المصالحات في درعا انتهت وباتوا يشكلوا عبء على النظام 93% نعم 7% تقول أنه لم تنتهي هذه المهمات تعليقك على نتيجة الاستطلاع أستاذ أحمد قادة المصالحات مهمتهم ما تزال مستمرة إلى اعتقال كل الشباب الذين كانوا بهذه الثورة وعملوا بهذه الثورة الذين ما زالوا صامدين والذين ما زالوا على عهد هذه الثورة ومبادئ هذه الثورة وحتى يتم تسليم كافة السلاح يتم بعدها تصفيت هولاء وهم يعلمون ذلك ويعلمون جيدا وميرانا وتكرارا تحدثنا معهم أن أيامكم مقبلة على شخص لا يثق به المعاهدات التي كانت الكلام الذي كان يخرج هنا وهناك ونعطيكم كل شيء وعساس ما تددونه من التسوية وما إلى ذلك الاعتقالات الآن سيتم اعتقال من يحمل فاتورة كهرباء عليه فاتورة كهرباء فاتورة مي سيتم اعتقاله هذه الأسماء والقوائم نزلت على الحواجز وحواجز من؟ حواجز أفضام الروسي يوجد بكل عربة مدرع روسي قوائم بأسماء من عليه قروض للبنوك من عليه فواتير الماء والكهرباء والاتصالات وأسماء الاحتياط والجيش بالإضافة إلى أسماء القضايا المدنية القديمة كلها موجودة مع روسيا روسيا هي تحتل هذه المنطقة تحت تسميه الضامن وهي التي تترك المجال وتعمي العين وتغضي البصر عن انتهاكات النظام نعم سيادة العقيد هل تتفق مع الأستاذ أحمد أن المهمة لم تنتهي بعد؟ بالتأكيد هي نتيجة طبيعية يعني مثل ما قلت لك كل الذين يشاركوا شاركوا في المصالحات وتضفضعوا للأسف هم أهداف ثابتة وأرجع وأقول هم لن يكونوا أهدافا فقط للنظام وهن رح تضيع الطاسع يعني ما بين النظام وما بين من لا يقبل بوجودهم للأسف الأهالي عادوا كما قال أخي أحمد أعادهم هؤلاء الضفاضع إلى حكم القهر والبندقي هذا ما أراده هؤلاء في استعادة النظام لهذه المناطق وحكمهم فيها أرادوا أن يبعدوا الميليشيات الإيرانية كما قال الضفضع الأكبر أحمد العودي وها هي للأسف في اللجات تقوم هناك معسكرات ومستودعات للأشيعة واستلموا أيضا معبر نصيب وهناك هم يسيطرون عليه وعلى مناطق كثيرة في محيط درعة للأسف هذا واقع لن ينتهي بالنسبة للنظام وهي متوالية عددية سيطار رؤوس كلما زاد في تمسكه وتشبطه في تلك المناطق سيكون الإعدام على الملأ بدون أن يحسب حساب من دمره سوريا والمجتمع الدولي صامت لن يسكت على اغتيال 20 أو 50 أو 100 ضفضع ممن سلموه هذه المناطق شكرا جزيلا لك العقيد فايز الأسمر المحل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من غازي عنتاب شكرا أيضا للإعلامي أحمد المسالمة كان معنا من عمد فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا ترجمة نانسي قنقر